موسيقى مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز هنتكلم معيكم فيها عن موضوعات وأخبار والترانز مختلفة ويلا نبدأ حلقتنا بفقر الترانز of the week أول تراند معنا النهاردة هو خبر طلاق هذه البجوري من زوجته ياسمين رئيس وده خلى اسمهم يتصدر التراند خصوصا أنهم كانوا بيعملوا سوى مصرحات أحفاد رايا وسكينة والتي تعرضت قبل أسبوعين في موسم إرياض ولكن ياسمين رئيس فجأت الكل بخبر طلاقها اللي كتبته على تويتر في تويتا كتبت فيها بسم الله الرحمن الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق الله العظيم وكتبت كمان الحمد لله على كل شيء عشرة طويلة ولكنها لم تدم يمكن ناس كتير قاعدت تخمن أسباب الطلاق إيه وطبعا طلعت إشعاك كتيرة جدا وناس كتير قاعدت تقول كلام ما لوجه أي علاقة بالحقيقة خالص لحد ما الموضوع اتصدر التراند بشكل كبير جدا كمان اللي عمل حالة الجدل بين الناس هو أن الزواج ياسمين والبجوري استمر لأكتر من 12 سنة والحقيقة زي معرفنا هي أن ياسمين وهادي بينهم خلافات من فترة كبيرة جدا وبالتحديد بعد العرض الأول لفيلم الليلة أمر 14 في واحد من المهرجانات الفنية بعدها حصل خلافات وبدأ يظهر هادي البجوري في المناسبات العامة الوحده وكمان ظهرت ياسمين لوحدها في أكتر من إيفنت وآخرهم كان حفلة جوي أوردز بالرياض اتصدر الفنان سمير صبري التراند وده بعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجه على نفقة الدولة وتفاعل الفنانين مع الخبر وأصدرت نقابة المهنة التمثيلية برئاسة أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية بيان شكر لفخامة الرئيس باسم كل فنانين مصر ولقينا أن عدد كبير من الفنانين على السوشيال ميديا دعموا الفنان الكبير سمير صبري وطلبوا كل جمهوره بالدعاء ليه وكان منهم هلا صدقي وصلاح عبد الله ونبيل عبيد وغيرهم من الفنانين وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة أن حالة سمير صبري مستقرة الحمد لله في الوقت الحالي ولكنه محتاج لتدخل جراحي دقيق في واحد من الشرايين اللي في القلب واللي بيعاني من ديء شديد فيه وشكر سمير صبري الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته بعلاجه أما عن الفنانين اللي بيزوروا سمير صبري باستمرار فقال أن عدد كبير من الفنانين زروا وأن فيه فنانين متواجدين معاه بشكل يومي في المستشفى زي ميرفت أمين حسين فاهمي دونيا سمير غانم وكمان إيمي سمير غانم وغيرهم طبعا من الفنانين طبعا بنتمنى من كل قلبنا الشفاء للفنان الكبير سمير صبري ويرجع لجمهوره بألف خير وسلامة مصر أم الدنيا ودايما بيجي لها سياح من كل بلاد العالم زي ما قلنا لكم مبارح عن زيارة البلوجر التركي كوكسال بابا لمصر النهاردة بقى هنتكلم عن زيارة واحد بالنجوم هوليوود الكبار النجم اللي هنتكلم عن زيارته لمصر النهاردة هو جاريل باتلر واللي قعد أيامه في مصر بين القاهرة والأسر وكان جاي لمصر مع أسرته أثناء وجوده في القاهرة طبعا زار الأهرامات وأبو الهول وتصور وهو ركب على جمل ونشر كل الصور دي على الإنستغرام عنده بعد زيارته للقاهرة راح لأسر وقام هناك برحلة نيلية بين الأسر وأسوان وظهر طبعا كتير من الأثار الفارعونية الموجودة هناك من المعروف أن الفنان جاريل باتلر هو ممثل اسكتلندي واشتهر بدور الملك ليون دياس في فيلم ده 300 وغيرها من الأدوار في أعمال هوليوود المختلفة جاريل باتلر يأكل كل مصراتك أثم هو أكثر من أجل المصر جميل أن أعرفك شكرا 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 وبكده خلصت فكرة ترانز of the week هنروح لفاصل وهنرجع نكمل كلامنا في الفترة الأخيرة انتشر موضوع كده مقلق شوية في الحقيقة هو مقلق جدا الموضوع ده هو أننا لقينا عدد كبير من الدكاترا الموجودين على السوشيال ميديا بيقولوا أنهم بيخسسوا الناس بحقنا كده فيها مواصفات صحرية على حسب كلامهم بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا أن الحقنا دي بتوقف الشهاية وبتساعد على الحرق بشكل كبير جدا مش بس كده دي كمان ممكن تخليك تنزل وزنك حوالي 20 كيلو في الشهر طيب الكلام ده غريب جدا ولما دورنا في الموضوع لقينا أن الحقنا اللي بيكلموا عليها دي حقنا خاصة بمرض السكر الأزمة الكبيرة بقى في الموضوع أن الناس بتاخدها مع نفسها كده لما بقوا يسمعوا عنها يروحوا أي صيدلية ويتلوبوا من الدكتور الحقنا بتاعة السكر ويمشوا بقى على الجرعات اللي بتتقال لهم على الإنترنت وطبعا كل ده من غير أي وعي النتيجة طبعا بتكون كارفية المشكلة بقى كمان أن حنلاقي ناس كتير من اللي بيستخدموها مش ناس مثلا عندهم زيادة رهيبة في الوزن لا دي ناس مثلا عايزة تنزل خمسة أو ستة كيلو يعني شوية رياضة وقفل بقى ممكن تساعد أن هو ينزل الوزن بتاعه بكل سهولة وبما أن الموضوع ده مقلق جدا وفيه تفاصيل كتير هيكون معنا دلوقتي على زوم الدكتورة ندبها استشاري التغذية العلاجية زيك يا دكتور زي حضرتك عاملة ايه رب تكوني بخير دكتور قولي لنا سمعتي اكيد عن الحقنة بتاعت السكر الناس بتاخدها دلوقتي عشان التخسيس ده حقيقي المشكلة كمان ان هما ما بيبقوش عارفين الحقنة ديل ايه مش عارفين هي تشتغل على ايه مش عارفين هي مناسبة ليهم ولا لأ وكل اللي بيبقى منسبة لهم انه هو امل ان احنا ننزل حتى نزول في الوزن ما بيبقاش زي ما هما متخيلين يعني ارقام بتاعت 20 كيلو دي مش ارقام موقعية فاهم حاجة اولا نبقى عارفين احنا وزننا فين احنا محتاجين ننزل قد ايه بشكل صحي مش بشكل ان انا انزلهم وارجع ازيدهم تاني او ابوز على الفانكشن بتاعت الجسم بتاعتي او اخليه انه ما يشتغلش ولازم نعرف ان احنا كل ما ننزل ارقام كبيرة اون بسرعة بتكون الارقام دي عبارة عن عضلات اكتر من ان هي دهون فبيبقى زيادتها سهلة يعني انا لو نزلت 20 كيلو فانا اول ما هبطل اي ان كان اللي انا بعمله هرجع تاني ازيد 25 مش هرجع ازيد 20 فكل ما النزول بيكون منطقي كل ما بيكون اصح طيب دكتور احنا ازاي في دكاترا لقناهم على السوشال ميديا بينصحوا بان احنا ناخد الحقن دي طبعا مش كل دكاترا هي بعض الدكاترا طبعا هي الفكرة ان الحقن دي زي عمليات التخصيص وزي احاجات كتيرة قوي ممكن يكون لها الفيشن بتاعها لها المريض بتاعها لان هي لو الحقن دي افد اي افد او موافقين عليها او موجودة في السيدليات ده مش معناها لها تنفعني فانا ما ينفعش انصح بيها للناس كلها لها ناس معينة وليها ظروف معينة زي عملية التكميم وبرضو لها اضرار وليها مميزات يعني حتى عملية التخصيص او اي حاجة في الدنيا بيبقى لها مميزات وليها عيوب اقدر من اعرف ان دي تنسلني او ما تنسلنيش لما تكون المميزات بتاعها اعلى من العيوب ويكون دكتور هو اللي شايف ده مش انا اللي شايفها ده يعني انا ما ينفعش اي حد عايز اللي ينزل في الوزن اقوله روح اعمل عملية تتميم او عامل تغيير مصادر او خد الحقنة لازم يكون في حد متخصص يشوف دائق وينسبه ولا لا اوينسب حياته الصحية ولا ده حتى الدايت نفسه سلوب الاكل نفسه بيختلف من شخص لشخص صح فا اكيد الادوية واكيد العمليات دي مش حاجة سهلة خالص وليزم نبقى عارفين ان هي مش حاجة فور جرانتد يعني مش حاجة اخذها واخذوا الموضوع ينتهي لا اكيد بيبقى لها فونكشنز نقدر نمشي عليها وليها ناس ما يفعش نخدها بس خلينا متفقين يا دكتور ان النوع نوع الحقنة اللي احنا بنتكلم عنها دي بس بتاعة مرضى السكر ايوه هي انو بس مبدئين هي فيه انواع للحقن او نزول الوزن لادوية مرضى السكر ليه لان معظم ادوية مرضى السكر بتشتغل على حساسية الانسولين او تثبيت الانسولين فلو حد عنده مشكلة زي دي لما بياخد دواء زي دواء يزود حرق او يزود الانسولين من حساسية الانسولين ساعتها اخذ انما لو خدوا انسان عادي ما عندوش مشكلة في الانسولين او ما عندوش احساس للسكر او ما عندوش استعداد لمرض السكر مش هتعمل معي نتيجة بالزبط طب هل ليها اضرار يا دكتور؟ ايه انا لو مش مريدة السكر واخدت الحقنة دي عشان انا عايزة خيس ايه هي الصايد افاكتس او الاضرار الممكن تحصلي؟ ده بيعتمد على انتي وزنك اصلا قد ايه؟ عندك مشاكل صحية تانية ولا لا؟ في ناس ممكن اللي راح بطلقه في الهرمونز في ناس بتبقى مع زيادة الوزن او لو عندها سادة للسكر بطلقه تعمل لها صايد افاكت زي ان هي عندها احساس الطيء او ترجيع او مشاكل فنوات فده كله بتوقف على ان الدكتور هو اللي شايف الحالة يعني في الاول وفي الاخرى احنا بنتكلم عن دول سواء كان متوافق عليه بالفد او مش متوافق عليه في الحالتين لازم اللي يكتبه دكتور لازم اللي يكون بيتابع الحالة دكتور مش معنى ان هي ان هي انفع اروح اخدها من السيدلية او ان انا ابعت اجيبها وديها لنفسي لا لازم يكون فيه لان طبعا دي حاجة بخش جو جسك فاكيد لها يعني مش حتى مش اقول اعراض دي لها اعراض اعراض او اعراض دي وحش انا هعرف منها على حسب الحالة بشكر دكتورة نادا ويا جماعة ده كان رأي دكتور استشاري متخصص في التغذية عشان نفهم اكتر وتبقى صورة واضحة حيكون معنا مداخلة هاتفية دلوقتي من الاستاذ الدكتور محمد سعد حامد استاذ الغدد الصماء والسكر بطب عين شمس دكتور حضرتك سمعت طبعا عن الحقنة بتاعت السكر للناس دلوقتي بتستخدمها للتخصيص الحقيقة انا مشتاق جدا لما يحدث في بلدنا الكريمة من عدم انتباط صحي ان يدم تسويق ادوية عامل العامة وللغير متخصصين لان حضرتك اي دوة وهذه الدوة بالذات اللي حضرتك في صدد الحديث عنه لها اثار قد تكون مميتة في بعض الاحيان هي صحيح ليست شائعة ولكنها ممكن تؤدي الى انتهاب في البنكرياس والانتهاب البنكرياس ده لو حصل حضرتك 90% من الناس بيموتوا ولو حصل ايضا هي بتزود خلايا البنكرياس فالخلايا دي ممكن تتحول الى خلايا سرطانية هي صحيح مش بتبدأ السرطان ولكن لو كان هناك بدايات طفيفة جدا يعني الاحتمالية او ان هذه الخلايا قابلة للتحول السرطاني فاني انها هتعجل بها اهلات الهراء هتصرها انه يحصل ده هيكون 100% هيحصل يعني لو هناك احتمالية واحد في الالف هتكون هناك 100% تتحول الى 100% انا معاك انه ممكن تكون نادرة الحدوث او قليلة الحدوث لكن انا عندي حالة واحدة في مثلا ما بين مليئين الحالات ان انا اوقنت بحياتها بهذه الخطورة صح والخطورة تكمن ان العلاج دلوقتي يعني بيصوق له له من خلال سوري للعامة يعني يروح اشتري الدواء بنفسه انا مش متخيل ان ذا يحصل في اي مكان في العالم صحبه اصل الدواء اللي هو علاج سكر في الاساس وخلوه دلوقتي سمنع انا معاك انه ممكن يكون له فوائد ولو كانت ازيل الفوائد فالوزن هو الفوائد دي ليست فوائد يعني مارفلس او يعني خطيرة او كبيرة جدا ابدا ده محدودة يعني ينزل الوزن مثلا بنسبة سبعة تمانية عشرة في المية اقصى حاجة اتنين بعد ثلاثة اربع شهور الحالة ما تجيبش نتيجة لو جابت نتيجة ست شهور يبقى كويس قوي بعد كده الجسم يتكيف عليها ثلاثة قلنا موضوع السرطان وموضوع التهابات المكريات المميتة المميتة والخطيرة اربعة انه ممكن تعمل طبعا عصرها واحساس بالانتفاخ والام على المعدة فوق سعرها رغيب يعني انا ست الشهور دول ممكن يتكلفوا حضراتك حوالي سبعة تمام تلاف جنيه او اكثر وبعدين الجرعة اللي بتستعمل للتخصيص حضرتك ثلاث الى خمس اضعام جرعة السكر قدي جرعة تانية كمان اوكي لا مضاعفة يا فنن انا ساذا ريهام لو الجرعة دي حضراتك احنا بنتي المريض السكر واحد هندي مريض التخصيص خمسة عشان تتخيالي فلو كان مريض السكر يستطيع ان يتعامل او يتحمل هذه الجرعات القليلة يبقى جرعات سمنة حكون بالنسبة له يعني متعبة جدا ولا يستطيع ان يتعامل معها في الحياة العادية اما يكون يحس بغسيان ما يعني ايه الميزف دي ثم بقى هناك بداء الطلعة حضراتك برضو بعدها ادوية سكر وبعدها غير ادوية سكر واكثر امانا من هذه الحقن يعني انا بدل ما مش ارعون فيه داوة طلعة بالفم برضو قليك سكر وبيخاسس وخلال تلات اربع شهور وربع السعر تقريبا عشرون فرمان من السعر واخدبار حضراتك وممكن السيطرة عليه هذا الدواء واثار الجانبية قد تكون منعدمة وقد يكون له ثوائد اخرى على القلب وعالكلة وخفض السكر ومقول لحضراتك ربع السعر او خمسة وبالفم هناك برضو داوة قديم قاوي من حوالي سبعين خمسين سنة حضراتك تمروا سبعة تبانية جنيه لو انا اخدته تقريبا يجيب نفس النتيجة وبردو يزبط السكر ويقلل الوزن ويست النفس ويقلل الامتصاد يعني ما نستعملو احنا في مرضى السكر هزا هي الحقنة اللي حضراتك بتتكلم عنها يعقب الحقن اللي هم بيقولها غالط انها انسولين با كان مش انسولين خالص هو نوع تاني خالص يشتغل على البنكرياس مباشرة ولذلك هنا لو البنكرياس في التهاب الانتهاب حيزيت وازا ما قلت قبل كذا احتمالية السرطان واردة مش واردة ولا سيما للنقوة على فكرة من اصعب السرطانات الموجودة ربنا يا عافي جميع الناس السرطان البنكرياس من اصعب الالتهابات اللي موجودة هو التهاب البنكرياس الحاد اللي بيقوم منه مش اكتر يعني اللي بيقوم منه هذا السرطان اللي قدر الله يخيف منه واحد في العشرة فتخيلي انه بيكون البنكرياس ما كانوا موجود في ظهر البطن من فوق ومتشعر في كل حتة فحضرتك هنا ما يجبش ان احنا نغامر بهذا الاشتراك طبعا بشكر الاستاذ الدكتور محمد سعد حامل الاستاذ الغلد الصماء والسكر بطب عين الشمس وبكده اكون خلصنا فقرة سكو ناس كتير مننا بيحبوا العربيات وبيفهموا فيها كويس جدا بس فيه ناس تانية زي حالتي كده كل علاقتها بالعربية هي السواء أو بس وطبعا ده ساعات كتير بيحطهم في مواقف صعبة جدا زي مثلا ان العربية تعطل منه فجأة ويبقى مش عارف يتعامل معه خالص او حتى انه يبقى مش عارف ايه امكانيات عربيته بالزبط عشان كده احنا معينا النهاردة ضيف مميز جدا بدأ حياته كمهندس مدني ولكنه بعد كده اتخصص في صناعة المحتوى الخاص بالسيارات وبيعمل فيديوز بتقدم معلومات ونصايح بتساعدك تفهم عربيتك اكتر وتحافظ عليها ازاي وتختار ازاي كمان العربية المناسبة لك منوّرنا في الستوديو باسم البحكيري ازايك يا باسم ازايك رهيام اخبارك ايه الحمد لله كله تمام كله مام اول حاجة عايز اعرفها منك الكارير شفت اللي حصل من مهندس مدني لصانع محتوى عن السيارات على السوشيال ميديا بصي احنا لو هنبدأ الحدوثة من الاول انا مهندس مدني خاريج هندسة المنصورة دفعة 2014 مدني بتأخر صناعته تشطباته وحاجات زي كده دخلت الجيش كان ليش شرف طبعا انا اساهم في مشروع طريق جبل الجلالة المشروع العملاق القوات المسلحة نفذته بعد ما خلصت الجيش اشتغلت في شركة مقاولات لمدة اربع سنين نفست فيها معاهد كل ده مهندس مدني يعني ما ليش علاقة بالعربيات خالص يعني نفست في خلال الاربع سنين دي معاهد ومستشفيات ومطاعم ومشروعات متعددة بعد الاربع سنين بقى قررت ان انا هعمل كارير شفت عايز اقولك في الاول انا مكنتش عارف يعني انا هشتغل ايه في العربيات بس يعني انا كنت حسس ان انا ممكن اقدم في المجال ده حاجة مميزة وان انا اوصل فيه الحاجة كويسة اخدت قراري كارير شفت فكرت في الاول طب انا ممكن اشتغل ايه في العربيات قلت طب مهندس افتح مركز سيانة اتعلم عربيات كويس وابقى راجل بقى مهندس خطير بقى بيفهم في العربيات ويسلح عربيات وكده طبعا الموضوع ما كانش سهل خالص عدت سنتين كل ما انا بعمله انا بتعلم عربيات بس اخدت كورسات بس انت كنت حابب الموضوع ده من الاول انا حبيت الموضوع اول ما دخلت فيه يعني قبل ما اعمل الكارير شفت انا كنا عادي كنت الحمدلله مميز جدا في شغلي وكنت شاطر في شغلي بعد الكارير شفت اكتشافت لا ان المجال ده الحمدلله انا حبه اكتر واقدر ان انا تميز فيه اكتر واقدر ان انا عمل فيه حاجة كويسة فزي ما قلت لك قررت انا كل اللي انا هعمله انا هتعلم العربيات انا مش عارف انا هاو اعمل ايه بس انا هتعلم العربيات و هتعلمها كويسة اوي يعني بيبقى فيه مشكلة كده في دماغ اي مهندس ان هو لما بيدخل في اي حاجة لازم يتعلم تفاصيلها ولازم يتعلم هي دي بتشتغل ازاي وبتشتغل ليه والتفاصيل الرخمة كده شوي ده ميكانيكة بقى اه 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 بزبطة اني اسهل ولا اني اصعب اه اه مفيش اسهل وا اصعب فيه انت شايف نفسك فيه او انت شايف ان انت ممكن تتميز فيه كل المجالات يعنيية فاعدت سنتين زي ما بقولك كل ما انا بعمله ان انا باخد كورسات بنزل تدريب في توكلات عربيات في مراكز هي انا عايز اقولك نزلت تدريب في ورش ميكانيكا تكحرت سنتين كل ما انا بعمله ان انا بتعلم عربيات بس وسايف شغلك القديم خالص سنتين كاملين من غير اي انكم او مصدر داخل خالص فطبعاً لولا دعم والدي والدتي وقفهم جنبي ولولا استحمال مراطي طبعاً للشألباني أنا عايز أقولك إحنا يعني شنطة الهدوم كانت جنب الباب فيه تدريب هنا يلا هنا فيه كرسي هنا يلا هنا فطبعاً كان الموضوع صعب في خلال ما أنا بتعلم بقى عربيات طول السنتين دول جات في دماغي بقى فكرة طب أنا ليه أنا كل يوم بتعلم معلومة جديدة في العربية طب أنا ليه ما شاركش بقى المعلومة دي مع الناس ممكن أن أعمل فيديوهات أشرح فيها اللي أنا بتعلمه ده للناس جات فكرة أول فيديو نزلت وقفت في الشارع صورة الفيديو رفعت وفوقت بقى برد فعل صحابي وأهلي وقريبي وكده لا ده ممتاز كمل ودوس في الحقيقة ما معرفش ما كانوا بيجملوني ولا هو كان حقيقي كويس بس كملت والحمد لله النتيجة كانت كويسة وبالجانب بعد السنتين دول فتحت شركة كده غير السيارات ودلوقتي صناعة المحتوى جنب الشركة بتاعتي طيب أنت تفتكر أول فيديو نزلته كان إيه؟ فاكره طيب ده أنا حافظه صاب وصي هو أول فيديو نزلته كان اسمه مهمة ولا كماليات كانت فكرة الفيديو ده فيه أنظمة أمان في الفرام البتاعة العربية زي الـ ABS والـ ABD والـ ESB زي ما أنت برأتي كده هي أسماء والـ ABC من البيضي أنا بس أنت قلت كل الحروب هي أسماء صعبة ولما حد بيجي يشتري العربية ما بيبقاش فاهم الاختصارات دي بتاعت ايه أو ايه فايدتها أو هل هي مهمة ولا مش مهمة فأنا قلت أنا عمل فيديو هبسط المعلومة دي خالص لأي حد رايح يشتري العربية يفهم يعني ايه ABS ويعني ايه من خلال دراست اللي أنا درستها فقمت جايب ورقة وقلم وكتبت اللي أنا عايز أقوله في الورقة دي ما عرفش أنه اسمه سكريبت ساعته فأنا قمت كاتب الكلمتين في الورقة وقمت أخذ الموبايل بتاعي واشتريت رايبوت بتسعين جنيه من عند واحد بتاع موبايلات كده وقفت في الشارع وقمت عامل الفيديو فطبعا بعد الفيديو أنا بقولك فوقيت طبعا من رد فيها للناس اللي هو لا دوس وكمل انت الحمد لله في قبول وما ينفعش ضعفة عند كده أول فيديو عملته كان بس صحابك اللي تفرجوا أهلك وكده طبعا لقيت ناس تانية طبعا لما سأول فيديو عامله كان هاتف تفرج على أجر صحابي طبعا قريبي بالكلام ده بعد كده واحدة واحدة الحمد لله بقى ابتدت شوية شوية الناس تعرفني وانه بقى حد قبلك ما تعرفهوش ويسلم عليك وكده طبعا يعني الشعور لا يوصف طبعا خلينا نروح لشوف فيديو ليك ونرجع تانية يا الله ويني إلا هيحصل لو بطارية عربيتك نامت وجيت تاخد واصلة من بطارية عربية تانية وعكاس السلكين دول لو بطارية عربيتك نامت كل اللي هتعمله أنك هتقرب البطارية اللي هتاخد منها وصلها لبطارية عربيتك وهتوسط الطرف الموجب بالطرف الموجب والطرف السالب بالطرف السالب وهتدور العربيتك هتلاقي دارة على طول لو عكاس توصلت الموجب بالسالب كده انت عملت قافلة في الداية وهيحصل حاجة من الاتنين يا إما كنترول العربيتك هيتحرق يا إما لو ربنا بيحبك الفيوز العمومي هيدرق وطبعا في الحالتين انت كده بدل مكحالها عميتها خالص باسم يعني أنا عن نفسي ضاعة في الميكانيكة بتاعت العربية وعارفا يمكن في بنات كتير ممكن ويكونوش يعني متفاهمين قوي أكتر من ان احنا بنسوق ايه النصيحة الاولانية اللي دايما تديها لأي بنت قبل ما تسوق النصيحة الاولانية بصي أنا عامل فيديو أصلا يعني أنا عشان اللي انت والتي ده كله أنا أثناء فترة تدريبي في الصيانة ومراكز الخدمة والتوكيلات وهكذا كتبتجلنا حاجات كتير أعطال كبيرة جدا سببها ان الراكب العربي ما يعرفش معلومه صغيرة جدا يعني فيه لمبة نوارد عنده في التابلوه هو ما يعرفش اللمبة دي بتاعت ايه فتطلع بتاعت الحرارة العربية ولا ففيه لمبة ان ما فيش مية فيه كده فأنا عملت فيديو اسمه فيديو عربيات للبنات فقط الفيديو ده أنا عملت فيه سبع نصيح كده ماينفعش حد يبقى بيسوق عربية مايعرفهمش ده بس معلش هو فيه ولاد برضو مش عارفة لا هو بصية هي مش عنصورية مش عنصورية والله بس دايما مشاكل الولاد في العربيات بتبقى أكبر من كده بكتير يعني الجنطل ايه والمشعارف ايه وسعاء وانا عاجز بقى اركب ماكنا هورسباور اعلى يعني مشاكل الأولاد في العربيات دايما بتبقى معقدة اكبر من كده وعطالهم طبعا بتبقى أكتر من كده بكتير بس يعني دايما يعني أنا مراتب يتسوق وبأعيز اقولك ما تعرفش الزيت بتاع العربية ده بيتغير قيمت اصلا. فعملت الفيديو ده وعايز اقول لك كان الحمد لله عمل شغل كويس جدا. طيب ايه النصيحة التي تدينها للحد غير راح يشتري عربية؟ المفروض نبص على ايه؟ بصي انا لو هنصح لراح يشتري عربية نصيحة واحدة بس. زي ما انت بتشوف بتاع العربية. وزي ما انت بتشوف الكماليات بتاع العربية. وزي ما انت بتشوف الأداء بتاع الموتور بتاع العربية. مهم جدا ان انت تشوف الأمان اللي موجود في العربية دي. ايه أنظمة الأمان الموجودة؟ طبعا احنا الوقتي بنشه التطور رهيب جدا حاصل في شبكة الطرق. بعض الناس بيستخدم الطرق دي يعني بيسيء استخدام الطرق دي. سواء بسرعة كبيرة او سواء متهورة او هكذا. فللأسف ان الحوادث بقت اخطر بكتير جدا من الأول. فأنظمة الأمان ما بقتش رفاهية. يعني كان زمان الأول الناس بتكلم عن أنظمة الأمان إن دي حاجة رفاهية في العربية. دلوقتي أنظمة الأمان أنا وجهة نظري وانت بتشتري عربية. أنظمة الأمان أهم بكتير جدا من أي حاجة تانية انت بتدور عليه في العربية. طيب خلينا نروح نشوف كمان فيديو ديك ونرجعتين. ثلاث حاجات قوعة تعملهم لو سيق عربيتك في الشبور. رقم واحد قوعة تفتح النور العالي. ليه بقى؟ لأنك لما بتفتح النور العالي النور بيخبط في قطرات الماء الصغيرة اللي بتتكون منها الشبور. وبينعكس في وشك تاني. ده بيخلي الرؤية قدامك بتبقى شبه منعبن. طب نعمل ايه؟ المفروض ساعتها لما انت بتنور نور الشبورة الأمامي أو الفوج لايتس. اللي بيكون مصمم إن هو بيناور لك الطريق من تحت من غير ما النور ده. يعني عكس في وشك تاني ويحجب عنك الرؤية. رقم اثنين ما تشغلش أدواء الانتظار أو الطوارئ طول ما انت ماشي في الشبورة عمال على البطال. وده على عكس اللي أغلب الناس بتعمل. وده لأنه بان من اسمها إن احنا بنشغل الأدواء دي في حالة الطوارئ بس. لما بيظهر قدامك حاجة فجأة فبتحب تنبه اللي وراك إن انت ظهر قدامك حاجة بحيث إن هو يقلل سوعته. فلما انت تفضل مشغل عمال على البطال في الشبورة ويظهر قدامك حاجة فجأة فجأة في الطريق. هنشغل إيه بقى؟ هنشغل إيه؟ رقم ثلاثة هو هتوقف عربيتك في أي حارة من حارات الطريق الرأسية. وده ليه لأن انت متعرفش اللي جاي وراك جاي سرعيته عاملة إيه؟ بصي عايز أقولك الفيديو ده كان من أهم الفيديوهات اللي أنا عملتها. وكان من أكتر الفيديوهات اللي اتشتمت فيه التعليقات. ليه كده بس؟ واننا بقينا بنشوف الشبورة بتبقى قوية جداً. دايريكت حوادث ضخمة جداً بتحصل بسبب موضوع الشبورة. فانا كان فيه أسبوع كده مرة علينا كانت الشبورة قوية جداً. وحدثة وثنين وثلاثة واربعة وربعة في قررت أن أنا عمل فيديو ده. ثلاث نصايح تاخد بالك منهم في الشبورة. فالنصيحة الثانية كانت أن انت متشغلش الضوء بتاع الانتظار وانت ماشي في الشبورة. لأنه عندنا كده حاجة معينة في دماغنا. فانا احنا دايريكت الشبورة تنزل نشغل الضرار بتاع الانتظار. فهو الضرار بتاع الانتظار ده انت مفروض بتشغاله لما بيبقى فيه حاجة طريقة قدامك. اي نعم قال الشبورة انت في وضع طارق. بس لو انت الوقت يماشي في الشبورة ومشغل الضرار بتاع الانتظار ده. ده حاجة كامل جداً. ده احنا كلنا أنا شخصي منعملها حتى سويين. وانا كنت بعملها في الأول. انما انت الوقت لو ماشي بعربيتك ومشغل الضرار بتاع الانتظار. وظهر قدامك حاجة فجأة ان انت لازم تقفي. هتعرفي ازاي اللي وراكي ان احنا خد بالك احنا بقى هنقف. تمام؟ فهو لا مفروض ان انت بتمشي بسرعة. وكده الاتنين زي بعض. ايه؟ كده الاتنين زي بعض. فمفروض ان احنا في الشبورة ما بنشغلش الضرار بتاع الانتظار ده. احنا بنشغل فوجلايتس الأمامية والخلفية. لو فيه فوجلايتس خلفية في العربية. وبنخلي دوق الانتظار ده ان هو احنا خلاص الناس يبتد التواف قدامنا. فخد بالك يا اللي ورايا احنا هنقف. فيه منحنة في الطريق فجأة. فيه اي حاجة حصلت فجأة فبنبه اللي ورايا. فعايز اقولك الناس بقى دخلت في الكومنتات ايه ده انت بتفهمش حاجة. ازاي نقفل الانتظار ومش عارف ايه. طب ودي معلومة انت جبتها من فين اصلا؟ من نصيح القيادة في القانون المرور الاماراتي. هم كاتبين المعلومة دي. ويعني اي حد متخصص في العربية ستسأليه. هيقول نفس الشيء. هيوافقك على الموضوع ده. لانه مش يعني باللوجك حتى كده احنا. طيب ايه الحاجة اللي احنا بنعملها اللي بتأثر عمر العربية. الغلطة اللي احنا دايماً بنعملها يعني. بصي الغلطة اللي تعمليها تأثر عمر العربية. والغلطة اللي تعمليها تحطك في مواقف مش لذيذة خالص. ان انت تهملي الصيانة الدورية. تمام؟ الجماعة اللي صنعوا العربيات كل قطعة في العربية لها عمر افتراضي معين. معروف ان الفلتر ده بيتغير عند مثلاً 30 ألف كيلو. الفلتر ده بيتغير عند 50 ألف كيلو. دي بتتغير عند كذا. ده انا عارف المعلومات دي بس. بالزبط اه. لا لا طبعاً فيه ناس بتهمل المواضيع دي جداً. يعني فيه واحدة ما كانتش تعرف ان الزيت العربية بتاعتها بتتغير. وفضلت حد المطور بوز. المطور اتحرق اصلاً عشان هي ما تعرفش ان الزيت بيتغير. لما عملت الفيديو بتاع فلتر بنزين ده. اكتر كومنتس جاتلي هو بيتغير كل قدية. فهو الناس هي مش عارفة ده بيتغير كل قدية. سير صغير في العربية انت هتتغيره مش هيكلفك اي حاجة خالص. ده لو تقطع ممكن يكلفك ان المكان بتاعتي العربية بوز وتتكلف مبالغ كبير. فطول ما انت محافظ على الصيانة الدورية بتاعت عربيتك. تبقى فلش عمع النوار. طب يا باسم. الناس عاد بتفكر ان هو ايه مثلاً. انا مش عايزة اودي الصيانة عشان طبعاً مركز الصيانة بتبقى غالية. فبيقولك مثلا ايه اعملها في البنزينة وغير انا الزيت وغير الماء او مركز خدمة او حاجة من الحاجة دي. تفتكر ده برضو او كي ولا ده كده برضو بيبوز العربية على اللونج ترم. لا بصي هو اكتر حاجة ممكن تضيع العربية ان انت توديها لحد مش متخصص في البراند ده. ان هو يعمل لك هاشور. يعني البنزينة ما ينفعش انغير فيها زيت من الاخر؟ مش البنزينة ما هو البنزينة دي مين بيغير في البنزينة. اول حاجة احنا طول ما احنا في فترة الضمان ملتزمين ان احنا بنغير مع التوكيل بتاع العربية. بلاش ده حالة. لا بفلوس مش بلاش. بس ملتزمين ان احنا بنغير بنعمل الصيانة بتاعتنا كلها مع التوكيل. بعد فترة الضمان فيه ناس بتختار ان هي تكمل مع التوكيل. بتتغاد عن التكلفة الكبيرة وتقول انا هكمل. اهم حاجة عندي السيفتي. وفيه ناس بتتجه الى مراكز معتمدة. ومراكز ثانية برة بتبقى متخصصة في البراند ده. وبيبقوا عارفين شغلهم كويس جدا. وصالهم بيبقى اقل طبعا. طبعا اقل بكتير. بس بيبقوا فاهمين شغلهم. فانت ما تخليش حد يمدي ايده في عربيتك غير متخصص في البراند ده. طب والناس اللي بكونوا في البنزينة بس ما بيكونوش متخصصين يعني. مثلا هو وديته عربيت يتغير زيت وحط مية. والحاجات اللي هي المفروض سهلة وطبيعية كده. دي مش مفروض اعملها؟ لا تغير زيت وتحط مية دي حاجات جنرال اي حد بيبقى عارفة. بس طبعا العربية الجديدة دلوقتي كل عربية لها مواصفة زيت معينة. فلو افترضنا ان اللي في البنزينة ده حط مواصفة زيت غير مواصفة بتاعة عربيتك. العربية كل سنة متطيبة. يعني انا زي ما بقول لك الأفضل. بجرد كده على طول في السريع كده. طبعا في السريع على طول مطور كده على طول بقى شوفي بقى مطور عربيتك بكام ويتغير. بس دي غلطة احنا كلنا بنعملها بصراحة. يعني ساعات كتير الواحد يقول لك نادي ساعات حجز التوكيل وبياخدوا مني اركم كتيرة جدا عشان العربية. بيتحطي لها ايه وكده. انا مش بقول البنزينات. مواصل البنزينات دي كلمة جنرال اوي. تمام. في ناس متخصصة عارفة المطور ده بتحطي له ايه ومطور ده بتحطي له مواصفة ايه. لان موضوع الزيت ده موضوع خطير جدا يعني. يعني لو مثلا انا الزيت مثلا ثلاث تلاف وحد يحطي لي خمس تلاف كده حاجة ببوس. هو المواصفة بقى ما بقتش بالسهولة بتاعت الثلاث تلاف وخمس تلاف وعشر تلاف. المواصفة بتاعت الزيت الثلاث تلاف ده ايه ومواصفة بتاعت الزيت العشر تلاف ده ايه. يعني موضوع مالوش علاقة بعدد الكلوات بس اللزوجة بتاعت الزيت. زيت تخليقي يعني الموضوع بقى اكبر بكتير قوي. كل عربية نازل ليها مواصفة زيت معينة هي دي اللي المطور بيشتغل فيها احسن حاجة. هنغير المواصفة دي او هنقلف بقى من دماغنا هو ده بقى اللي بيعمل المشاكل الكبيرة اللي احنا بنواجهها. طيب ايه اللي بيخلي استهلاك البنزين عالي في العربية؟ بصي اول حاجة لو احنا ما عملناش رسيانة دورية ده بيزود استهلاك البنزين. بعض الحاجات انها تقعد اكتر من عمرها في العربية ده بيزود استهلاك البنزين. ظروف السواء نفسها يعني ممكن انها تتحكم في البنزين. يعني طبقات السواء العنيفة شوية بتستهلك بنزين اكتر. لو السواء بسلوب قهده شوية بيبقى بنزين. يعني الموضوع ليه عامل كتير جدا. انا عايز اقول لك ممكن سنسور واحد لو بيز في العربية يزود استهلاك البنزين. ومن غير ما انتي تبقي حاسة بالموضوعين. فالعملية موضوع استهلاك البنزين ده موضوع كبير وليه اسباب كتير جدا. طول ما العربية معمول الصيانات بتاعتها. وكل حاجة فيها سليمة استهلاك البنزين بتاعتها يبقى بيز. واحنا بنحدد ازاي نوع البنزين اللي يدخل العربية؟ لا مش انا اللي بحدد. انا بقول لك احنا ازاي نحدد. المصنع اللي بيحدد. يهم ما بيقول ل Soci Bありがとうございました انت تشتيري عربية من توكيل. وبينصح. وبيحدد الزيت برضو. التوكيل بيقول لك حطي زيت كذا وبنزين كذا. لذلك إنت لو حطيتي بنزين أقل من البنزين اللي هما بيوصوا بيه في التوكيل وروحت لهم بالعربية في التوكيل فيها مصيبة زرعة يقول لك إحنا ملناش دعم إحنا وصينا إحنا بنحط بنزين 95 إنت حطيتي 92 حصل مشكلة دي مش مشكلتنا إحنا بقى يعني مشانا اللي وصي التوكيل بتاع العربية هو اللي يوصي اللي يتحطي لها لما بنيجي نشتري عربية وأنا لسه مثلا إيه مبتدئة سوية المفروض أتعلم على عربية قديمة الأول مثلا ومانيول زي ما بيقولوا لازم تبتزي الأول بالمانيول بعدين تبتزي بالأوتوماتيك وبعرفة كله أم لا؟ والله بصي يعني ما بقاش زي زمان أنت لازم أنت تتعلم على العربية مانيول عشان تبقى أنت بقى خلاص تحتار في السواء وبعد كده تشتري عربية أوتوماتيك أو كده بس يعني بيولوجيك كده إن إحنا لما نيجي نتعلم على العربية نجيب عربية رخيصة شوية بحيث إن الموضوع ما يبقاش خصوصا طبعا أن مصاريف قطع الغيار ومصاريف في السيانة بتاعتي العربية بقيت كبيرة ما بقيتش زي زمان فإحنا بنتعلم لسه وبنتضرب فخلينا في الحنين كده إنما موضوع المانيول ده لأ مش لازم طبعا يسوق مانيولين طب إنت بقى يا باسم بتودي عربية قسيانة أو بتصلحها لنفسك؟ أخو بصي أنا دلوقتي حاليا أنا مش شغال مهندسيانة فأنا لما باجي أصلح عربية طبعا بودي لأي حد من أصحاب المهندسيانة بيصلح حالي ببلاش أخير يا باختك بالصف فالدنيا تمام معي بس أنا زي ما بقولك يعني حتى أنا عربية أنا ما بخليش حد يمدي قدو فيها غير متخصص في الجزئية دي تمام؟ يعني حد بيقى متخصص في الماكنة بس حد بيقى متخصص في برماجة العربية بس كلما روحتي لحد متخصص أكتر كلما العربية بعتمام لأن طبعا ناس أنت عارفها فيه ناس كتير بتحب تقلف وتحب تجود فده طبعا بيعمل مشاكل كبيرة طيب باسم تنصح بإيه كل المشاهدين اللي عايزين يعملوا career shift بصي هو يعني أول حاجة الموضوع من أول وآخر وبيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى تمام؟ ثاني حاجة أنصح دي يعني كبيرة أوى علي أنصح دي فخليها تقول يعني مثلا خلينا نقول أنا تعلمت إيه من خلال career shift اللي أنا عملت أول حاجة هو مفيش سعي بيضيع يعني أنا سعيت مثلا مدة أربع سنين في المجال اللي هو كان مثلا مجال الهندسة أنا متأكد أن نتيجة سعي ده ربنا يدهولي في المجال اللي أنا شغال فيه دلوقتي مش معنى أن أنت بتسعف حاجة وأن أنت قررت أن أنت تغير الحاجة دي الحاجة تانية أن ربنا ضيع عليك نتيجة سعيك في الموضوع الأولاني ده فأنت اسعى وسبعة على ربنا ربنا ما بيضعش تعب حاجة دي أول حاجة ثاني حاجة في حكمة كده أنا كنت اسمعتها معرفش أولا صحة ولا غلط اللي هو لا تختبر عمق النهر بكلتا قدميك يعني إيه؟ تحط رجل واحدة الأول تشوف بالزبط تجرب يعني بركة بننزل بالتانية بالزبط يعني لما تيجي أنت عايز تجرب مثلا أنت مهندس عايز تجرب مجال البرمجة اتعلم الأول البرمجة وأنت شغال أحضر إفنتات اشتغل فريلانسر جرب الدنيا الأول هل الدنيا ماشي أو لا وهل أنت هتحب الموضوع ده أو لا وبعد كده جرب إنما ترمي نفسك في البحر إذا أنا عملت الموضوع كان قاسي شوية أنت بتقول له ما يعملوش اللي أنت عملتها أنا يعني دي كتغلطة من الحاجات اللي أنا عملتها وتعلمت منها كتير جدا أنت لما تيجي تجرب حاجة تانية جرب الأول برجل واحدة وبعد كده نط برجليك الاتنية آه يعني لأن خصوصا لو فيه التزامات يعني لو ما واركش أيل التزامات بقى عادي أنت برحتك أنت شايل مسؤولية نفسك مش بس كده كمان طبعاً المساعدة اللي أنت أخدتها من مراتك وأهلك يعني دي برضو مهمة جداً لما حد يكون فعلاً عايز يعمل كارير شفته هيغير مستقبله تماماً أو شغله أو دراسته أو أي حاجة ساعات المساعدة اللي بتيجي من الأهل أو من الزوجة أو من الزوج طبعاً بيكون مهمة جداً بالزوجك لقدام أكثر طبعاً طعم يعني الدعم من كل الناس خصوصاً الأهل الوالد أو الوالدة أنا لولا دعم والدي والدتي أنا طبعاً ما كانش زماني موجود هنا بجرد ولولا استحمل مراتي يعني أنا في موقف جاف دماغي كده وأنا جاي في الطريق كان في مرة عندي كورس تمام؟ وكنت كان لسه كنا مخالفين عمر كان عنده أقل من سنة فهو كورس ده مفروض ساعة تمام؟ وفي الأول بقى وأنا عايز أتعلم كل تفصيلة بقى أنا مش عايز أفوت فتفوتة في المنهج أنا عايز كل حاجاته بقى تمام؟ فمفروض الكورس ده ساعة والكورس ده كان في مكان بعيد عن البيت عندنا فقلت له خلاص بوسي تعالي أنت عادي سنيني في العربية هي ساعة واحدة بس وهننزل ونخلص بقى بقية المشاوير اللي إحنا عايزين نعملها في الحتة فهو كورس ده مكانش ساعة وكورس قاد سبع ساعات فأنا عليك بالضبط هو اللي حصل أن أنا كنت في مكان موبايل مفهوش شبكة مش عارفة تواصل معها خالص وفي نفس الوقت مش قادر أن أنا أسيب المحاضرة اللي أنا فيها دي عشان هي كانت مهمة جداً وأنا فعلاً عايز أفهم الجزئية دي وعايز أفهمها بكل تفصيلة فيه فهي طبعاً أنا لما نزلت أنا يعني عارفت مينها عملت فيك إيه؟ هي فاكراً اتخطفت أصلاً حرامت حرامت كلمهم شرفت وصلك أه أه وهي كانت هي وعمر بقى في العربية لوحدهم وما كانتش بتعرف تسوق ساعاتها فما كانتش عارفة حتى تتحرك فيعني الحمد لله لا وقفت جدك لا لا الحمد لله طبعاً ربنا يخليهم لك كلهم يعني إن شاء الله ومارسي جداً على وجودك معي النهاردة أنا مبسوط الله أنا مبسوط إن أنا معك جداً النهاردة وإن شاء الله كلهم يتفرغوا يكونوا كمان يستفادوا معلش الأسئلة كانت بداية شوية بالنسبة لي أنا علشان خاطر يعني لا بداية ولا حاجة مش بداية بصي يعني أي معلومة صغيرة هي فعلاً بتفيد حد وده اللي أنا بحاول أعمله في الفيديوهات إن مهما كانت المعلومة بسيطة إحنا نقولها بسلوب بسيط في حد بيستفيد منها إنما هنطلع نكلم الخبرة تم الخبرة عارفين أصلاً الموضوع يعني مرسي يا باسم جداً على وجودك مع النهار شكراً شكراً متشكر جداً لك وبكده تكون خلصت حلقتنا أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله باي باي